كمان ايضا في مدينة رأس الحكمة بتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمال الغربي وحتى الكيلو 220 في مدينة مطروح متوقع عليها مستقبل سياحي باهر جدا خلال العشرين سنة الجيين لانها بتضم عدد كبير من المقاومات السياحية الجاذبة للسياحة الشطئية والثقافية والتاريخية والنمط ده يشجع كثيرا على سياحة المهرجانات والاحتفالات صحيح يمكن احنا تتكلمنا عن إجمالي المساحة المعروضة للاستثمار السياحي 11 مليون و 500 متى تكلفة مليار و 350 مليون جليل لإقامة مشروعات سياحية متكاملة اعتقد يعني كل الارقام دي ارقام كبيرة جدا يا مصطفى ليه حبينا نستعرضها مع حضراتكم دلوقتي لانه منطقة البساطة الناس ممكن تختدل الساحل الشمالي او محافظة مطروح بالقرى السياحية اللي موجودة هناك بالاضافة حتى لمدينة العالمين الجديدة الحقيقة انه بالعكسة خالص ده محور كبير جدا ومحور نقدر ان احنا نستفيد من كم الموارد الطبعية الموجودة فيه ان كانت موارد زراعية او معدنية او حتى موارد بشرية او الظاهر الزراعي فيها عظيم جدا جدا غير ايا محافظة يعني احنا نتكلم المحافظات بتاعة الديلتا او الواد النيل الظاهر الصحراوي فيها اديه وشوط الظاهر الصحراوي بتاع مطروح اديه وكمان زي ما انت قلت فيه زراعات اصلا مرتبطة بهذه البيئة الصحراوي احسن يعني من اجود انواع تمور التمور وزيت الزاتون وزيت الزاتون وزيت الزاتون كمان بيطلع من سيوة ده غير الطاقات البشرية كمان اللي موجودة هناك اللي كان يجب ان نتجه اليها ودي نقطة مهمة جدا عشان كده احنا حاولنا نستعرض مع حضراتكم انه الساحل الشمائي الغربي ومحافظة بتروح لا تقتصر فقط على القرس السياحية الموجودة هناك على من الجديدة خلينا نقول ان هي رمانة الميزان اللي تقدر ان احنا نحيي هذا المحور طول السنة